اشتركوا في القناة سيدنا محمد النبي واذواجه امهات المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام اعزائي المشاهدين والمشاهدات عودة طيبة بعد طول غياب اهلا بكم في برنامجكم في قناتنا الجميلة قناة الصح والجمال في برنامج رشدة من طبيب الاسنان معكم الدكتور فوزي محمد عباس اهلا بكم ومرحبا في هذا البرنامج طبعا كنا في الحلقات السابقة كنا تكلمنا عن حيات كتير جدا منذ البيبي بيبقى في بطن منطو بيبقى وضع السنان ايه وبعد ما ولده لحد ست شهور وعملنا جدول السمة فيه حياة الاربشن اوف تيس اوف تيس والبرمننتيس الاسنان اللبانية والاسنان المستديمة اللي هتذكر الجدول دوان من اعزائي المشاهدات هدايات الامهات بالذات كنت اتمنى ان هما طبعا بالاضافة الى العلم اللي هما بيخضوه ان دايما يكون عندها الجدول دوان لانها دايما بتبقى في حالة يعني فضول انها تعرف الطفل بيبتدي تسنن امتى طب تدع سنتين ببتداء من ست شهور لا مبتداء من تمن شهور لا طفل اتأخر لسنة هل هناك خطأ عشان ارجع لالكونسلتيشن طبيب الاسنان المتخصص في هذا وبعد كده قلنا لحد سن ثلاث سنوات بيبتدي الطفل بيكتمل الاسنان اللبانية كله الدروس وبعدين بيبتدي من ابتداء من سن ست سنوات بيبتدي فيه ظهور الاسنان المستديمة وبالذات بيبتدي بيه الابر اندلور سيكس مولر اللي هو الدروس الالوية والسفلية نمرة ستة وقلنا الدروس دي دايما بتتعرض نمرة ستة بالذات اكمنه ايرلي اربشا هو اول الدروس بتطلع واول الدروس بيتم الطفل استخدامها فيه اكل المأكلات الشديدة يبتدي بقى المفروض يتعود على البروتينات والحاجات دي عشان جسمه يبني فدايما الدروس دي بتتعرض لبدل ديكي ليه التسوس بدري وكثير من العزاء المشاهدات الامهات انها بتتخيل ان الابر اندلور سيكس الدروس نمرة ستة العلوية والسفلية ان هي دروس لبنية وبالتالي مجرد ما بتسوس وبيوصل التسوس يعد طبقة المينة ويوصل طبقة الدنتين وقع العصب وبتدي يخش على البالب بتبتدي تنسى ان ده درس مستديم وبتبتدي تروح الدكتور ربما يتساهل معها ويخلع هل على انه ده درس لبني لكن انا بفكر مشاهديني في الحلقات السابقة الحلقات السابقة ان الابر اندلور سيكس ده الكي اوف ماوس مفتاح الفك اللي بيمنع الدروس الخلفية انها يعني تخش على الاسنان الامليه وبالتالي بتمنع عملية اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة عمليات الملبوس او عمليات تشوهات الاسنان او الفك انه بيحصل ان السنان ما بتطلعش في مكانها واسنان او دروس بتحل مكان بعضها وبالتالي بنخش في تخصص جديد اسمه عمليات تقويم وتجميل الاسنان يبقى احنا بدينا دلوقتي عزيزي المشاهدات ان دايما تعتبر ان اول درس مستديم بيطلع في فك البيبي او الطفل بيبتدي ابتداء من ست سنوات اللي هو نمرة ستة وبالتالي هذا الدرس نتيجة ان الطفل ما بيتعودش في السن ده على عملية الفرشة والمعجون فالدرس بيبقى عريض الدروس المستديمة بتختلف عن الدروس اللبنية او الاسنان المستديمة بتختلف عنها في كل حاجة في الصيز في الحاج بتختلف الاتساع بتاعها الحاجة المهمة جدا ان دايما الدروس المستديمة فيها نسبة فشر عالية تشققات والتشققات دي لو المريض دايما نام من غير ما يخسل سنانه الريمنانت او فيدنج يعني دي بقايا الطعام اللي هي عصار الطعام بتنزل في التشققات دي ولا يمكن انها هتيجي بالمضمضة فقط لابد من استخدام السواك مع الفرشة والمعجون عشان الفرشة الطرية واسنان الفرشة تتخلل الشققات الطبيعية اللي ربنا خلق اللي هي النتوءات خلقها في الدرس عشان عملية الطحن تتم فلابد من الفرشة والمعجون فبنبئ عزائي المشاهدات ان الدروس الأربع دروس دول دايما بيتعرضوا اول حاجة للتسوص في فم الطفل وبالتالي الام بتتناسع ان هذه الدروس مستديمة ولا يمكن انها تطلع غيرها وبالتالي انها بتلجأ لعمية الخلع دون دراية لكن انا برجع اقول ان دا كي اوف ماوس مفتاح الفك دا العمود اللي بيمنع الدروس الخلفية انها تخش على الأسنان الأمامية وبتؤدي الى انعواج الأسنان الأمامية وعدم ربشا بقية السنان ما تطلعش في مكانها لان الدرس الستة المرة ستة تخلع تبتدي الدروس التانية تطلع مكانه تبتدي تمنع البريمولر تمنع القنين تمنع الانتيريور بقية السنان اللي هي موجودة فوقنا تنزل مكانها وبالتالي بيحصل اللي هي الملبوز او عمليات التشوهات الأسنان ما بتطلعش وبتيجي الام تقول بنتي كده مفيش حد في الأسرة بالطريقة دي او في العيلة وتحتاج عمليات تقويب وتجميل الأسنان طيب احنا هنا دلوقتي قلنا ان نمرة ستة دا دا من ضمن الدروس المستديمة اللي الام بتتخيل انه بيطلع والطفل صغير طب هنا في معلومة عايز اسأل فيها تفضل معنا الاستاذ احمد اتفضل استاذ احمد اهلا بيك فاندي طيب حاضر هجاوب ساعدتك هجاوب ساعدتك تاني بس هعيد عليك السؤال ان حضرتك بطول عندك تفضل اللبنة بريك لك في عشر سنوات و سناننا قدام عندها دا مساوصة يعني ماذا مساوصة كلها حال لنسا اخلع دروس لا تدخل ونساوصة حاجاوب حاضرتك حاضر بان اسنانه الامامية كلها فيها تساوص معك فان هنا بنرجع نقول معلومة اللي هتجاوب عليها طبعا يعني دي هتبقى ممتازة جدا لان لو اقدر اوصل لها جايزة لان دايما نقول السؤال ده في الحلقة ليه بنقول دايما في دروس بتطلع اسناء الطفل الام بتغيب عنها انها دروس مستديمة وبتتنسى هذا اول معلومة المفروض هي تفتكرها ان عدد الاسنان والدروس اللبنية عشرين سن ودرس المعلومة التانية عدد الاسنان والدروس المستديمة اتنين وثلاثين سن ودرس اصبح هناك فرق اتناشر درس ان عشرين واثنين وثلاثين يبقى الطفل في بقه عشرين والبالغ في بقه اتنين وثلاثين يبقى عند اتناشر درس ربنا خلق في كل جنب من الفك العلوي تلاتة وتلاتة والفك السوف ليه تلاتة وتلاتة يبقى في الحتة دي ايه الاجابة ان فيه دروس بتطلع ملهاش دروس لبنية في المساعد فلما بيجي الطفل يبدل بيبدل عشرين سنة ودرس لبني بعشرين سنة ودرس مستديم طب الاثنين وثلاثين الفرق الاثناشر بيطلعوا من غير ما يكون ليهم دروس لبنية خلي بالك وده المقطة اللي احنا بنقول ان فيه دروس بتطلع اثناء ما بيكون الطفل حد سنة 14 سنة بنفكر ان هي طالما ملهاش درس لبني تغيرت تبقى مش مستديمة لأ فيه اتناشر بيحصل لهم ربشا وزاود بستد وستيس ما يكون لهم دروس لبنية نرجع هنا بقى نتكلم ان الام لما بتتناسع او اللي بيحصل انها بتخلع دروس مستديمة مفكرة انها دروس لبنية او دروس ملهاش يعني اثناء دروس سابقة وبالتالي انفكرنا لما تخلع دا هيغير تاني فبيحصل الملبوس تيس او كراودد تيس او موز ان السنان تبصت لقيها رجبة في فوق بعضها وبالتالي بص لقى الطفل سنانه مشوهة الفك ما بيقفلش صح وبتأثر على العملية النطق وبالتالي بتأثر على نفسيته طيب عمر بيه بعد اذنك المخرج نستاذ ساعدك في اول مادة علمية كده مع بعض نشوف اول حاجة كده اللي المفروض ان احنا نتعلمها مع بعض المادة العلمية الاولى ايه اللي عندي عشان اقول نبتدي نشوف ايه لما بيحصل استاذ عمر نشوف المادة العلمية ساعدة اذنك ادي عندي هنا فيلم بيورين الفك العلوي والفك السفلي مع بعض في موديل ايه ده بنبص نشوف بص بص معايا كده نشوف عملية التبديل بص هنا تم عملية التبديل الاسنان الزرق دي كلها اسنان لبنية والاسنان اللي انا قدامي دي اسنان مستديمة بص دروس العقل بتطلع وراء ازاي شوف الله هنا خد بالك نخلي بالنا ان المادة العلمية دلوقتي كاب بتحكي ان الفك في دروس لبنية لونها زرق عملية التبديل بتطلع ازاي كانوا عشرين سنة ودرس لبنة لونهم ازرق عشرة فوق عشرة تحت بقوا اتنين وتلاتين لو انا ما عملتش كونسلتش خدت البيبي بتاعي وروحت لدكتور الاسنان باستمرار عشان قبل ما تصرف واسأل الدكتور هل الدرس ده لبني ولا مستديم هل له بديل طالما سوس بالطريقة دي وعمل ممكن يكون عمل خراج قلنا في حلقات سابقة مهما يعني وصلت التكنولوجيا ان انا هعمل درس زي بتاع ربنا كل اللي احنا وصلنا اليه الان ان انا ممكن اعمل تاج كراون صناعي عشان احمي بيه التاج الطبيعي حاضر فنم خدت بقى لحضرتك ففي الحاجة دي يبقى يعني نبقى اللي احنا وصلنا اليه حاليا ان عمليات الامبلانتيشن زراعة المسامير في الفك لا يمكن ان تكافئ درس ربنا المستديم لان الدروس المستديمة ربنا خلق تحتيها مخدة عظمية زي مساعد العربية وخلق لها واوطار بتشدها كل درس اللي هو ليجامنت بيشده وبالتالي عملية الندغة عليه ما بتحصل ش زي الصناعي ان بتبقى الاكل يعني ما بيدنيش نفس البتاء الاستاذ احمد جاوبني اهلا بيك ازاي حضرتك يا دكتور اهلا بيك يا فندم اهلا بيك يا فندم اهلا بيك يا فندم دكتور انا انا كان عندي مشكلة معلش في اسناني اه دايما بتنزل دم يعني اقل حاجة ممكن انا باتنظمد عشان الوضوء اه نزول دم باستمرار وكذلك في الاكل برضي يا دكتور طب انا اتعرف على سعادتك اسمح حضرتك اه محمود استاذ محمود اهلا بيك استاذ محمود بيشتكي انه دايما لو حتى وجه يروح يخسل وشه او يتمضمض او يتوضى اللاسة بتاعته بتجيب دم هجاوب حضرتك يا استاذ محمود هنرجع نجاول استاذ احمد الاول ساعة ما اتصل بنا ونقف عن عشان هنبتدي في شرح عمليات التقويم لان الناس عزيزي مشاهدين مشاهدات بيهيبوا التقويم ده هيباوصنا ابننا ولا هيبقى كويس هيرجع الفك الطبيعي نجاوله ساذ احمد ساعة ما قال ربنا يبارك له في ابنه عنده عشر سنوات والابن عنده تساوس في الاسنان الامامية طبعا احنا في حلقات سابقة كنا عاملين تصورات فيديو بالنسبة الاسنان اللبنية ان الاب او الام يفاجئ ان الابن الطفل فيه على الاسنان الامامية بتبتدي طبقات بيضة طبقات البيضة تتحول لطبقات بني طبقات البني بعد كده يبتدي تحول لخطوط او خطوط عريضة صمراء او بقع صمراء على السنة يعني معنى كده ان السنة اللبنية دخلت في تساوس هنا بقى عشان نتكلم الوقاية خارم علاج اول حاجة بتؤدي الى تساوس الاسنان العلماء وجدوها الاسنان اللبنية للطفل هو ان الطفل دايما قبل ما ينام متعود انه يأكل ستيكي فيدز عطعمة لاصقة زي الشيبسي بيبتدي يأكل شيبسي شبع واقف عملية البلع مش عايز يبلع فبيبتدي يعمل ساكنج يبقى في فوقه حط الشيبسي يبتدي يمصها عملية امتصاص الشيبسي دول في مواد بنزيق اسم مواد صناعية بتبتدي تلتصق على جدار الاسنان الامامية اللبنية وبالتالي بتعمل طبقة بكتيرية تبتدي تتعايش على المواد الكاربوهادرية وبالتالي بيبتدي البلتشنج لاين اللي هو الهويت بلتش لاين الخط الأبيض الأول على السنة بعدين يبتدي السنة تصفر بعدين يبتدي السفر يغمأ وبعدين تبتدي عملية البادل دكية عمليات التساوز يبقى هنا أصبح فيه إهمال من الأول إن الطفل دايما قبل النوم بيجيب مامته عملاله سندويتش أو فيه شبسيهات الحاجات اللي فيها بنزيق اسم والحاجات دي كلها مضرة وببتدي يعمل لها ساكنج بالليل وبعد كده يخش ينام من غير ما يعمل براش من غير ما يعمل فرشة ومعجون وبالتالي إن المواد اللي موجودة على البقاية الطعام اللي على السنان دي بتعمل طبقة بكتيريا البكتيريا بتدي تنشط أثناء النوم زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة إن ليه دايما أنا بقول ما بمسكش الفرشة طول النهار وشغال لأن ربنا صبحنا وتعالى زي ما قلنا في الحلقات السابقة إن الإنسان طول ما هو صاحي لإما بيتكلم لإما يعني قاعد فعملية تحريك اللب الشفايف أو إنك أنت صاحي دايما بتبلع ريئك أو بتشرب مية دي لوحدها بتخسل سطح السنان لكن لما بتيجي تنام من رحمة ربنا صبحنا وتعالى ذكرنا في الحلقات السابقة يا أستاذ أحمد إن الإنسان بتوقف الغدد اللعبية عن العمل وإلا الإنسان يشرق ويؤدي إلى حالة وفاة الغدد اللعبية لو اشتغلت وإنت نايم نقطة اللعاب دي لو نقطت فيه الفارنس أو اللارنس تبتدي إنك أنت تكوح بالليل يقولك ده شرق لإن حصل إن فيه نقطة لعاب يعني دخلت غصبا في منطقة التنفس وبالتالي لازم الإنسان بيبتدي يحصل عملية الإنقباضات للجهاز التنفسي عشان يطرد الحاجة الغريبة طب ليه بنقول كده يا دكتور فوزي بنقول عشان لما الغدد اللعبية بتوقف سليفر جلان بيبتدي البكتيريا تنشط مفيش حاجة تخسلها موربنا خلق اللعاب دوان فيه فيه علاج رهيب فيه علاج أسدز وقره ويقتل أي بكتيريا وسط علاجي جميل جدا لما بتوقف عن العمل بتبتدي البكتيريا تنشط لذلك بنقول دائما احنا عملية الغسيل دائما اهم حاجة قبل النوم اللي تليها ياريت بعد الفطار او قبل الفطار حاضر فانا تبقى قبل الفطار وبعد الفطار وبالتالي انت دلوقتي وصلت المرحلة ان الطفل عادة مرحلة واصبح فيه طبقات صمرة يبقى لازم تروح للكونسلتيشن دكتور الاسنان بتاعك عشان يبتدي يعالجه لان دي اسنان لبنية مقدرش يشيلها لانها تقعد معاها فترة لحد سن ست من ست سنوات لحد 14 سنة على ما يبدلها بيبتدي يعالجها بالليزر وفي الحلقات اللي جاية دي ان شاء الله هجيب لك فيديوهات حلوة تتفرج على عملية علاج الاسنان اللبنية بالليزر هنا الاستاذ محمود بيسأل سؤال بيقول انا لو توضيت بس كده واتمط مية هبصي لاقي اللاسة بتاعتي جاب الدم طب استاذن الاستاذة عمر المخرج بعد اذنك نجيب مادة علمية كده عشان نلحق في التقويم واجاوب الاستاذ محمود هاتلي اتنين ان شاء الله هاتلي مادة علمية رقم اتنين يعني خدهم بالترتيب ان شاء الله هنا نبص نجد يا سلام عندي بقى هنا طفل مولود زي ما احنا شايفين ابتدت شورت رابشن زي ما احنا شوفنا في الصورة اللي قبل كده ده بيشرح الفصوص البراكتات اللي هي بتاع الجهاز التقويم طريقة عملها وازاي بركبها عشان المشاهد عزيزي مشاهد بيسأل ايه اللي انا مركبه ده وطريقة عمله وهل بيبوزنا لا بالعكس ده عبارة عن براكت فصوص معينة بتركب ليها تيوبز ليها مجاري معينة التيوبز دي بنحط فيها السلوك معينة وبالتالي بتبتدي عملية زي ما احنا شايفين ان الطفل ده كان مولود القناين الانياب بتاعته فوق ما نزلتش وبالتالي بنركب تيوبز الجهاز السابق دوان وبيبتدي نسحب النبين لنزلهم في المكان بتاعهم نشوف المادة اللي بعد كده بعد اتنك هذا نمرى التلاتة ان شاء الله نرجع بقى الاستاذ محمود بيقول اللاسة بتاعتي دموية ايه اللاسة طيب هنا استاذ محمود انت بقى بردك هقول لحضرتك يعني ان في بردك اهمال شديد زي ما الطفل بتاع الاستاذ احمد اهمل في السنان واصبحت البكتيريا بتتراكم على المادة السنانية المادة العظمية ممكن حاضر دي واحدة ممكن اللاسة تتراكم عليها بقايا الطعام وبالتالي يبقى هناك يعني طبقة بكتيرية تنشط على اسمها بكتيرية دموية تنشط على اللاسة اللاسة دي فيها الشريم بتاعتي وفيها الاعصاب تبتدي البكتيريا نوع تاني تنشط على اللاسة تبتدي تختارك اللاسة تبتدي تعمل التهابات التهابات بتورم اللاسة بيبتدي يحصل وايدنج الشريم بتاعت القطر بتاعها ربنا خلقوا بقطر معين نتيجة اللاسة بيتسع وبالتالي اي ضغطة شفايف او صباح بتوضع او فرشة او لو انا عملت ساكنج بسي ابتدي بسحة بالدم الفاسد من اللاسة والمريض اسف بيشتكي ان اللاسة بتاعته دموية حلها هاديا لازم نروح دكتور الاسنان هيبتدي يعمل كاحتجير هبتدي يعمل علاج لاسة غسيل جيوب صددية فرشة ومعجون دايما بالمعاجين الطبية المعينة اللي بتعمل انقباض للأوعية الدموية وبالتالي هنبتدي نرجع حجم اللاسة الطبيعي عشان ترجع تعمل تحتضن الاسنان وتمنع جيوب الصددية اللي بيتراكم فيها الطعام وبتعمل طبعات بكتيريا طبعا ده جواب مش كافي عشان الحلقة ديئة نشوف كده الفيديو بتاعنا الثالث بعد اذنك هنا ضغط يعني طفل مولود زي ما احنا شايفين الستة اسنان الامامية طبعا فيه ملبوز في كراودد فبنركب جهاز اسمه هكر الجهاز دول زي ما احنا شايفينه بيركب ثابت وله مفتاح سكرو بيفتدي يفتح الجهاز عشان يفتح الفك يفتح منطقة البريمولر والمولر نفتح الفشر بتاعهم اهم بينفتح لبرة وبالتالي وسعت الفك بتاعي طب وسعته ازاي طبعا حلقة ما تكفيش ازاي لان ربنا صحيح على خلق الفك العلوي فيه فشر فيه فيه لحمات اللحمات دي انا بلعب فيها اوسع الفك بتاعي بحيس ان انا اعمل مسافة للأسنان الامامية وبالتالي بنزلها بجهاز تقويم لما احنا شفنا وايه وابتدت تنزل مكانها يعني عمليات التقويم دي جميلة جدا عزيزي مشاهدة المشاهدة ما تخافوش منها لانها لما ييجي الطفل الفك دي وارث من احد الابوين سنان عريضة طب زنبو ايه حتى لو ما فيش باد هابد عداد سيئة الطفل بيعملها وبالمصص صابع وزي ما احنا قلنا في حلقات سابقة او بيحط قلم او بينس او 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 طيب هو مولود الفك دي واحد الابوين عنده سنان عريضة جيهم يطلعوا المسافة ما تكفيش طب حلو ايه بنبتدي ليروح للدكتور المتخصص ويشرفنا نبتدي نفتح الفك من الفشر باجهزة الهيركس او اجهزة في البلد بتحط الاجهز دي اسكروه بتبتدي تفتح لمنطقة البريمولر والمولر وبالتالي بتتيح لي مسافة جديدة ان انا انزل الاسنان الامامية وبتنزل مكانها هنا لما بنزل اسنان الامامية مكانها حاجة مهمة جدا بتغيب عن عزيزي المشاهد ومشاهدة ان عمليات ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الدروس والسنان تكون باليعني بالعربي كده مع الشها مع بعضها دي بتتمكن المريض بتمكنهم من عملية المدغ الصحيحة عملية التشوينج انها بتبقى صحيحة لكن لما يكون فيك راودة المريض بيجي يندغ لو صلنا برا وصلنا جوه درس جوه ده بيبتدي انه هو الطعام نفسه وانت بتندغه بيجي على اللاسة وبالتالي بيعمل التهابات لان انت بتحك وانت نازل بالطعام في اللاسة نفسها واللي يحس بالحاجة دي المريض دايما اللي خالع تبصت لقى الطعام يهرب منه وروح عند منطقة الخالع اللي هي بتبقى وطية او علوية يهرب فيها تبتدي تندغ يقوم يضغط على منطقة اللاسة فيها الاعصاب تحس بألم لذلك لما بتعمل عملية التقويم دي بترجع السنان لطبيعتها للوضع الطبيعي يبقى السنة اصاد السنة وبالتالي عملية المدغ بتبقى يعني سليمة وبالتالي بيبقى ينزل الطعام مهروض صح وبالتالي متعبش الجهاز الهضني نشوف الفيديو الرابع بعد ايذنك كده فيه بردك عندنا في عمليات التقويم طبعا دي كلها فيديوهات قصيرة هنا عندي بنتكلم عن عمليات الاكستراكشن اوف زا فرست لو انا عندي امباكشن دلوقتي ان بين ظهروا عندي اللي هما تقولوا عذرق دول ظهروا في الفك طيب الفك دي الفك دي وابتدي ان انا عشان انزل ده مريضة عندها بروتريوجن في المجزيل عندها ضب بسيط طبع عشان ارجع الحلل طبيعتها وعندي الفك دي طيب هرجع السنان ازاي ده ما يمنعش ان احنا بنستغنى عن الاتنين بريمولر اللي هما اصغر درسين موجودين في الفك عشان اجيب مسافة وابتدي ان انا اقفل الفك الاسنان العلوية تبتدي ترد مع الاسنان السفلية ويبقى الفريم او لينيفورم بتاع الفك بتاع المريض واخد الشيء اللي هو الجميل الساتيك اللي ربنا خلقه به لان لما بيحصل زي ما احنا شايفين في الصورة البنت لما ده موت طبعا موديل اللي بيحصل ان السنان الفك داية والسنان كلها طلعت والدروس فبيبتدي ان الدروس تطلع لبرا السنان تطلع لبرا طلعت لبرا هنا المشكلة ان انا لو سبت الطفلة عدى سنة 18 عزيز مشاهد ايه المشكلة لو انا اهملت ابني او بنتي فك داية السنان عريضة مفيش مسافة لها وكلهم طلعوا عازين يطلعوا انا بطلع من فوق انا بطلع من جوا سقف الحلق سنتين طلعوا فوق وبعد سنتين امايين مش منتظمين قفلت الفك مش مظبوطة دخلت في كلاس تو او كلاس ري بوزيشن بالنسبة ليه التقويم اسيب الطفل كده اول ضرر بيحصل للطفل ان طالما السن برا هو الانسان في مرحلة بناء في مرحلة بناء فبيحصل ان العظم بتاع السنان الفك بيبني حسب اتجاه السن فانا هبني على اساس ان في اسنان ودروس طلعوا البرة وانياب فالعظم بتاعها هيبقى عالي وبالتالي بيبتدي اقزي المريض او الانسان انه عنده ضب طبعا لو طفل او لسه يعني بنت او ولد في السنوية العامة او في الاعدادية بتبقى ملحوظة بين الاولاد انه دايما يقوله هو انت بقىك يعني او فمك عامل كده ليه او سنانك لبرا ليه فبيبتدي يتأذى بين صحاب فاحنا عشان نمنع الحاجة دي بسرعة نبتدي من سن صغير عمليات سير الاكستراكشن ان انا اتابع مع الدكتور بتاع المتخصص يبقى اول حاجة بالضروط مش عملية المدغ فقط لا ده الاستاتيك المنظر العام ان انت ممكن تيجي في وقت متأخر بعد ما عاد سنة 18-20 يكون السنان كلها طلعت الدروس وبنى عظم الفك عليها وبالتالي حصل بروز في البون بتاع المجزلة او البون بتاع الماندبول وبالتالي انك انت مش هتخش بس في عملية تقويم اسنان انت كمان محتاج انك انت عايز تشيل او نزيل العظم الزائد اللي هو موجود بعد ما عمل التقويم انت رجعت السنان لمكانها وربنا وفقك وكل حاجة لكن المريض يجي يقول الحنتتين دول عندي هنا الفك عالي لما باتحك اللاسة كلها بتبان لان الفك يبتدى يعمل بروز يبقى في الحتة دي انا ما اجلش عملية التقويم واستنى الفترة طب ما ابتدي من الطفل من اول ست سنوات او ما ابتدي يظهر عنده انعواج كل ما بتبقى بدري الطفل بيبقى عظمه لسه سفنجي وطري ممكن عملية التقويم عميس بيسم انتينر دي اجهزة هنبقى نجيبها لكم بربك بفيديوهات بتحافظ الاجهزة دي بتتركب مع الطفل بتحافظ على المسافات اللي الدكتورة عارفها بتاعت الدروس اللي له معاد معين انا طفل عنده سنه عشر سنوات يبقى معاد الناب السنتين الاماميتين مع بري مولر كبس عليهم الناب ملوش مكان بالذات دي مشكلة متطورة ومشهورة وموجودة في مصر فالناب بيطلع مفوق زي دراكولة كده وبيعمل اساتك بتاع المريض مش كويس المريض بيشتكي فابتدي انه لو جالي بادري من سن ثمان سنوات بركب له جهاز سبيس منطينر سبيس منطينر ده بيحافظ على المسافة بتاع الناب وبالتالي بينزل الناب بتاع مكانه وما بحتاجش لعملية تقوية طيب كان جالي اسئلة كتير على الاسم اس من ضمنها مريض بيقول طيب انا دلوقتي هل سني اسمه احمد عبدالهادي سني دلوقتي اتنين وثلاثين سنة وعندي فعلا مشكلة كبيرة جدا فيه الاسنان الامامية ان هي مش معدولة هل ينفع لعمل التقويم نعم عمليات التقويم بتنفع مجرد ظهور الابر اولور سيكس الدروس المستديمة بنبتدي نعمل تقويم يعني في بعض المدارس القديمة بتؤجل التقويم لحين اكتمال السنان كلها حدثنا 14 لكن حاليا انا الطب الحديث وانا من هذا القبيل ان انا ابتدي الحق حضر يا فندي ان انا بالحق يا محمد عبدالي اني بالحق الطفل بدري عشان خلي بالحق حضرتك ان انا احافظ على المسافة بتاعتي الدروس او الاسنان بدل ما انا اسيبه لما كلهم يحصل لهم كراودنج ويجي يخش في عمليه التقويم كاملة ويجي تكلفه فيه الالفات يمكنهم عندوش طاقة لهذا طب ما انا ابتدي معامل بدري يجي يعمل عندي متابعة او عند الدكتور متخصص يبتدي الدكتور يبص لا دمعاد الناب وشايف الناب في بلجينج موجود فوق اللاسة وحيبتدي ينزل والمسافة بتاعته ديقة بيبتدي يجهز بالعربي كده المسافة بتاعت الناب بتاعت البريمولر بتاعت المولر بتاعت الانتيروتيس يبتدي الدكتور بيجهز المسافة بتاعك لكن لما كون كل حاجة طلعت والمريض اتأخر وجالي في سنة معينة ولسه في مرحلة بناء فك يعني بيفضل ولكن من اللي أحسن نبتدي معاه ولكن في بعض المدارس بتفضل لما نموه الكامل للفك بعد سنة 14 أو 16 نبتدي في عملية التقويم وأنا أفضل أن أبتدي معاه بدري عشان ما يبقاش يعني هما بيقولوا أنها حترد تاني لكن مع أجهزة التثبيت إن شاء الله والإنسان بيكون الكالسيم بتاعها كويس وماشي كويس في السنة دول بتنفعك فعلا عملية التقويم وإن شاء الله بتبقى زي الفل نشوف المادة علمية التانية كده بعد إذنك أستاذ عمر أستاذ المخرج تفضل تقريبا نمرة 6 أو نمرة 5 هنا ده اسمه هيركس الجهاز اللي هو السبيس منتنر ولا إيه أدي اللي أنا بتكلم عليه نشوف الجهاز كده مع بعض بيحافظ على المسافة ده رقب بيحافظ على المسافة البريمولر عندي تحت ما كانش فيه مكان اتركب الجهاز جاب له مسافة ها هي مادة علمية بسيطة جدا ها هي أظن عزيزي مشاهد مشاهدة مش معقدة أنا جاي في فيديوهات بسيطة جدا نشوف إن احنا لقينا إن ده مريض صح جه عارف عمل أشاع بانوراما البانوراما وضعت إن الدرس طالع ما طلعش زي أصحابه جات مامته قالت كذا كذا أو المريض جيب نفسه الدكتور عطول بيركب الاسبيس منتنر يفتح مسافة بدل ما يقفلوا على بعض وحيقفلوا بزاوية وبالتالي بيبقى الاتشونج بتاعته أو الكلوزة المصليمة وبيطلع البريمولر مجرد ما أنا بحافظ على المسافة طلع البريمولر بشيل الجهاز الاسبيس منتنر بتاعه حالة تانية بتسألني هنا على الامي اس شيرين عبدالهادي بتقول يا دكتور عمليات التقويم ما الوقت المناسب لها يعني أو هي الوقتها بيبقى دقي والله يا شيرين العلماء قسموا عمليات التقويم كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 بوزيشن C ولها ABC بردك ولكن أنا هقول لحضرتك أنا عن نفسي يعني درست إن عمليات التقويم بتقعد بالسنتين ثلاثة لكن من فضل الله علي وهذا من فضل الله أنا عمليات التقويم يعني ما خدتش في إيدي من 3-4 شهور 6 بكتيره وبعد كده بنخش في عملية التزبيت ده بيتوقف بقى على الكلسي متى المريض هو ده لو المريض مهتم بصحيته ما بتاخدش وقت أما عمليات إن أنا أضبط السنان دي بتاخد لها في حوالي 3 شهور لكن ما قدرش يشيل الجهاز التزبيت إن المريض بقى بيتوقف على عمليات بقى التزبيت هي المهمة يعني أنا قاعد في شجرة عندي ميلة قدام الفيلا بتاعتي عايز أعدلها ببتدي إن أنا أربطها بالحبل وشدها ممكن في خلال 15 يوم تتعدل لكن هل هي ضرب الجدر إنها تثبت في الأرض عشان أفوق الحبل ولا أفوق الحبل ترجع تيميل يبقى هنا عملية التقويم ممكن دكتور يشتغل صح مع المريض وده الحمد لله من فضل عليه إن في خلال 3-4 شهور بتكون عملية التقويم خص لو المريض مشي معايا بشرب اللبن وأكل البروتينات الصح ونظام التغذية الصح بالتالي بيجي مع أنتها عملية التقويم وعملية التسبيت بيبقى الجهاز سهل جدا نشوف المادة العلمية التانية بعد إذنك أستاذ عمر أستاذ المخرج لو سمعت نشوف رقم 6 كده هنا ده جهاز بنسميه بيرد الفك الجهاز رد الفك الجهاز ده وإذا ما شايفين يعني عندي الفك العلوي سابق الفك السفلي شوف الأفلة فيه بروتريوشن جامدة طب أنا عايز أزبط مسنان ماشي مع الفل يعني ما فياش أي انبعاج مجرد ما بيركب الجهاز ده رد الفك العلوي مع الفك السفلي هنا ده جهاز برضك عملية اللي هو هيركس اللي هو الجهاز اللي بيردلي يعني جالي مريض سنانه زي الفل مفيش أي علاقة السنان الفك العلوي ببعضها مزبوطة علاقة أسنان الفك السفلي ببعضها مزبوطة لكن المريضة عنده ضب بريتريوشن أوف مكزيلا لا طب أنا هركب له جاي يبقى أنا هنا هشتغل على التي ام جي على المفصل بتاع المريض فبيركب الجهاز رد الفك زي ما احنا شايفينه دي سوستة بتبقى شديدة جدا مع جهاز التقويم لتثبيت السنان ما فيش حاجة فيهم ترد وأنا أثناء ما برده وبيبتدي المريض بالإكسبرينس مع الأكل والشرب إن الفك دايما يترد فبتخش الهيدو في كوندايل رأس بتاع المندبو اللي هو الفك السفلي بترجع لمكانها تاني وبيقفل المريض حاضر فنم فبيقفل المريض صح نشوف المادة العلمية اللي بعد كده ايه فنم دي دي جهاز تقويم برضك هنا هنا بقى في نقطة عمليات تنظيف جهاز التقويم زي ما احنا شايفين هل بتبقى بايه ممكن بيه زي ما احنا شايفين بالفلوس وممكن يكون بالفرشاة دي خيط بيبقى موجود ممكن ان انا مركب جهاز تقويم مش معنى ان انا مركب جهاز تقويم هيقعد معايا عزيز المشاهد المشاهدة مهمة اوي دي مش معنى ان انا هقعد نشوف المادة اللي بعدين بعد اذنك ان انا هقعد اركب جهاز تقويم من ثلاث شهور لسنة ولا اتنين حسب ظروفي او الدكتور اللي معاك ان انا معنى كده ان انا ما جيبش الفرشة احسن الفص بتاعه حيوع او الجهاز هيكسر اكبر غلط هتخرج من عملية التقويم كل سنانك ودروسك مستوسين نشوف المادة العلمية استاذ عمر بعد اذنك خدت بالك يبقى لازم استخدم فيه عندي حاجتين اما بطريقة الفرشة متخصصة موجودة في صيدليات معينة بتاعة التقويم ان انا ببتدي اخس الجهاز التقويم بطريقة معينة بحيث ان انا ما خبطش فيه اوقع الفصوص بتاعتي لان لما انا الدكتور بيثبت الفصوص دي برضك عملية انك ترجع تثبتها تاني ما بيبقى ايه اهو عملية الغسيل بفرشة يعني دي كمان مش فرشة التقويم ده فرشة تقويم لها نظام معين لكن دي فرشة عادية لكن بوريك عملية غسل الاسطح بتاعة اللي هي الفصوص اللي انا بغسلها لازم اخسل وفي نفس الوقت بمشت جميع الاسطح بمشت اللي انا باكل عليه بمشت الفصوص السطح اللي بتثبت عليه الاسنان بمشت السنان من جوه لان ده اصلا اهل ان يحصل تراكمات للاطعمة انها تمسك فيها وما تنزلش فاللي عامل تقويم بدل ما هو لو المريض اللي عادي بيخسل مرة هو يخسل مرتين تلاتة حتى اللسان حتى اللسان عزيزي المشاهد لازم يتغسل لان حضر فانو لان اللسان طبعا ربنا خلق عليه السطح بتاعه ومتعرج عليه بطز معينة البطز دي ممكن فيه لسان بيبقى مرسل ريتد يتراكم عليه الطعام وبالتالي بصلي المريض جايش تكي ان فيه قرحة يا أستاذ عمر في اللسان نتيجة انه بيخسل سنانه وسايب بعض الأطعمة اللي هي استكيفود بقى فيه أطعمة بتبقى ملتصكة بقى يعني كون كالتحلوة المولد او ملبن معين بتبقى لزقة فيه او نوع من الحلويات اللبسات دي فبتلزق في اللسان مجرد انك تسيبها وتباد بيها بالليل دي على طول بتعمل بكتيريا تاكل فيه لحمية اللسان وتصبح تلاقي انك كل ما تحرك بس في الكلام لسانك بيحصل بيوجعك لان فيه التهابات فيه برضك بلما بتروح للدكتور بإذن الله بيعلم فيه سؤال اخير بقى كانت فيه مريضة بتلحح عليها نرمين سيد خالد عباس بتقول بالنسبة لتقويم الاسنان انا ركبت جهاز تقويمه بقى لي اربع سنين ومش عجباني النتيجة ماشي فانا طبعا نرمين وقت الجهاز دايق دايق جدا انا حابق اسيب لك التليفون بتاعي هنا في مع التونسولتو وهم يعني ممكن تستشاريني بالتليفون وتحت امرك اربع سنين كتير جدا ممكن تكون انت فيه اهمال مفيش انتظام منك مع الدكتور لان بالذات فيه تخصصات في الاسنان مش اي حد يقدر يشتغلها اللي هي التقويم الجراحة لكن فيه كل حاجة الانسان يشتغل في الحشف لطأم في تنظيف السنان لكن فيه تخصصات لابد يكون الدكتور على كف جبير فكونك انك تقوضي اربع سنوات هاتي المدة اللي انت اشتغلتها مع الدكتور وطرحيها من المدة اللي انت تغيبت فيها هتجدي انت اللي طولت المدة لان مافتكرش الدكتور يقوض اربع سنين لان طبعا الجهاز هكون اثر على السنوات طب انا طبعا باعتزر كان نفسي اقعد معاكو فترة اطول لكن طبعا السيد مخرج بيقول لي بوقت البرنامج خلص طبعا عشان صلاة الجمعة فانا باشكر القائمين على البرنامج وشكر جزيل للسيد عبد حميد توفيق مدير القناة والسيد خالد غنيم مخرج القناة والاخوة الاعزائي والسيد عمرو سيد وجميع الفنت والمخرجين الموجودين في القناة وادعو الله سبحانه وتعالى ان كنت يعني اصبت فا من عند الله وان كنت يعني اساءت فا من نفسي فادعو الله ان كل من الذين استمعون القول فيتبعونا احسنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة